أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن سجر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الأعمال الخيرية أصبحت عنصرا رئيسيا في ثقافة المجتمعية لدولة الإمارات ورأس الخيمة وهي إنعكاس لمدى ازدهار وتقدم الدولة وإيمان أبنائها بأهمية العطاء الإنسانية جاء ذلك خلال استقبال سمو وسعادة تريسي رينوليتس قنصل عامي كندا في دبي والإمارات الشمالية وأعضاء اللجنة المنظمة لسباق تيري فوكس رأس الخيمة الخيرية الذي تم تقديم ريعه إلى جامعة الإمارات في العين لاستكمال بحوثها العلمية الخاصة بأمراض السرطان